هذه الألد أسرع و أسهل حلوة لشرب الشاي ممكن تحضره منعيشة بنينة لديدة الشيشة إذا ما جربتوهاش راكم ما جربتو والو بدون زبدة بدون حالي بدون يوغورت بمكونات جدا بسيطة واقتصادية أول حاجة أخذت برتوقلة بحجم كبير حكيت القشور ديالها شوفوا راعتتني واحد الكمية اللي كتيرة تقريبا ملعقة كبيرة مملوء بشكل جيد حكيتهم في الحكة كان رقيقة هالحجم ديال البرتقال هاد البرتقال هادي غادي نعصروها ونخليوها على جانب على قشور البرتقال غادي نضيف كاس ديال السكر الحلوة ما كتجيش حلوة الأخوات اللي ما بغوش الكاس ديال السكر بيتو تنقصهم الحلاوة ديرو غير نص كاس ضيفت كاس ديال الفانيلي كيبقا اختياري وغادي نخدم السكر مع هاد القشور ديال البرتقال مزيان شوفوا معايا باش داك اللي القشور ديال البرتقال يتلقوا داك الماداق ديالهم وصدقوني متصوروش هاد الحلوة حالك تجي منعيشها غادي نضيف جوش حبات ديال البيض غادي نحتفض بالأبيض ديال واحد البيضة متحتفضوش بالأبيض كامل غير شوية هاد شوية هاد وغادي بقالي منه في الآخر يعني خليو غير شوية ديال البيضة نخلطو مزيان بعد ما خلطنا حتى داك سكر غنضيف كاس ديال الزيت ونخلط عو تاني مزيان مزيان ودك برتوقال عصرتها عطا تنيكاس ما شاء الله للبرتوقال او للتشين هاد العام غزال وفيه الماء وحلو اعطا تنيكاس مهم ديروا كاس ديال عصر البرتوقال ضفتو خلطت مزيان هنا اختيت الكوك كاس ديال كوك يعدلينه مئة غرام غادي نضيفوه بالنسبة للكوك عندي غير الكوك الناشف كنقلب عليه الكوك اللي ميت دم ما كنلقه شي ولكن سر باش يجي معلك نزيد معاه مهي القادية اللعسل كتعطي ذاك التعليكة ديال كوك هنا انا غادي نستمر غير بالخلط بالخلط اليداوي اذا بغيتو يعطيكم ذاك الكوك تعليكة اكتر طحنوه بشي مكسور او هاد الخليط هادا بحنوه في الخلاط الكهربائي باش ذاك الكوك يتلق زيوت ديالو انا درت معاه غير معي القادية اللعسل وماشاء الله كي يجي معلك وكي يجير ماداك ديال كوك واعر سافي خلطنا مزيان ثم بديت نضيف الدقيق الدقيق غادي نحتاجو تقريبا ستا ديال الكوكوس كنضيفوه بشوية بشوية وانا كنخلط غير بالخلط اليداوي ثم غا نضيف جوج اكياس ديال خميرة الحالويات مايو عاديل 16 غرام ونخلط بالخلط اليداوي منين غادي بدي تقليه الخاليط غادي نحيد الخلط اليداوي وانا نكمل باليد ديالي وانا نضيفه بشوية 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 اخوات اللي مايبغيوش يجنوب يديهم عندهم العجانة تقدروا هاد الحلوات جمعوها في العجانة في الاخير هكاد بشتجمع الحلوات هنو يداكم بشوية ديال زيت وجمعوها خلط ديال حلوة كيكون خفيف شوية ماشي قاسح بشكل تجي الحلوة ديال كومرطي طبا وهشيشة كناخد داك ابياض البيض اللي خلينا ماشي كاملو كنعود ناكد خليوه الواحد شوية حيث ما كديشي بززاف ديال ابياض البيض وكنزيد نحك معاه قشور البرتوقل بيجو البرتوقل او الحامض انا ديال البرتوقل القشور حكيتهم كيجي هكا داك ال الابيض ملون وكيجي فيه واحد طعم رائع ديال برتوقل ومع ذاق مزيون وحتى اللوين كيجي بحلا ديرين فيه الاصفر غدي نحتاج كوكو كونكاسي كوكو كونكاسي تقسمت معاكم شحال مرى الطريقة دياله كناخد كوكو كنرقده في الماء اذا كان مشري بالاقشور هير شدوه ورقدوه في الماء واحد الساعة ومن بعد نشفوه مزيان في شي منديل وعدوزه في المتحانة ديال اندو تخوا وديروه في الصينية وحمروه في الفران واحد شوية حتى يصبح اللون دياله مذهب وفي الاخر كدوزوه في الكسكاس باش داك الكوكو كونكاسي كيهبط والغليد كيبقى الفوق يعني ضروري ترقد في الماء اذا كان عندكم كوكو كونكاسي لليب القشور نفس الطريقة غير هو منين كترقدوه كتحيدو له القشور كد نشفوه مزيان مزيان كل ما نشوف غيرتاكو نتيجة حسن يعني يكونوا مراقض ويكون في نفس الوقت ناشف من الماء باش ما يتطحن ميرجحش عجينة اندو تخوا اندو تخوتك كدشوفوه تهرمش مزيان ومن بعد كتتحمروه في الفران وكدوزوه في الكسكاس ومن بعدها داك ينزل من الكسكاس دووزوه في الميصفات باش داك الرقيق كيهبط باش كدكونوا حاصلتو على كوكو كونكاسي او للوز هاشي وكونكاسي ولي كيكون رقيق بزاف فانا ميتين وخمسين جرام اللي عملت عطتني الكمية كلها اللي وريتكم في التبصيل وبقاتلي واحد القريعة معمره من هاداك اللي نزلي ارقيق فكان بقى ننكور الحلوات ديالي ندوزهم في الابيض البيض اللي معها قشور البرتوقل وندير على الكوكو كونكاسي كان فند الوجاه في الكوكو كونكاسي وكان حط في الصينية كان استمر بنفس الكيفية بغيتوا حلوات صغارين صغروا يديكم بيتهم هاك شوية كبارين كبيروا يديكم عندكم الاختيار انا درتهم ما بينوا بين مي هادا الحلوات اللي كيكونوا الشرب الشاي او للدوزتي كان بغيهم يكونوا شوية كبارين فماشاء الله عمر الجو الصينيات كتعطي وحد تنين واربعين حبة هكذاك صينية الاولى فيها كيف كتلاحظو عشرين حبة والصينية التانية اثنين وعشرين كنحط صينية الفران كنصخنو مزيان كنحط صينية الفوق شوفو قريبا النار اللي الفوق والنار كنهبطها على ميوستين درجات كتشققها كاي من علالوجه وكنهبطها التحت كمل طيب ديالها منين كنهبط صينية الاولى التحت كنجيب صينية التانية وكنحطها الفوق لكي تشقق الحرارة أخواتي مهيلة باش الحلوات طيب لكم على خطركم وتشقق منين تشقق الصينية الثانية اللي عملنا هنا تشقق ذاك الساعة تقدروا تزيدوا الحرارة ولكن في البداية منين تصبغيوا الحلوة غير تشقق لكم خليوا الحرارة شوية منقصة باش طياب هاي يجي زوين سافي منين تكتشقق كنها بتحت هيال تاحد ونقلب الصينيات حتى كيتحمروا لي بهات الشكل كتجي ما شاء الله فيها حمورية زوينة ذاك البرتوقال والعسل ومن الاسفل كتجي بهاات الشك كتجي رتيطبا في نفس الوقت ذاك الطبقة اللي الفوق مقرمشا مع ذاك التقرمشا ديال كوكو كونكسي كتجي يا سالة اما الرائحة اللي كتطلق في البيت ما نقول لكم شي على ريحة ديال البرتوقال كتتحمق فكتجي مدهبة وماشاء الله زوينة ومشقة هادا الشكل النهائي ديال الحلوة ديالنا كان عاود نأكد انها حطت لي بهذا الحجم هذا 42 حبة بغيتو حبة اكتر كل ما صغرتو يديكم اتحط ليكم كمية كتيرة كانت منها شاء الله هتكون واضح عليكم في الصورة ودروري ما نقسم معكم الحلوة باش تشوفوا قوام هكيف كتجي من الداخل بنسبة القوام ديالها كتجي بقوام ريش بوند يعني الراطبة من داخل في نفس الوقت هي شيشة بلكوك اللي عملنا انا درتها معاكم بالبرتوقال تقدروا تديروها بالماندارين هدا قوامها من الداخل كتجي دك الطبقة ديال فوق قرمشة ومن داخل كتجي شيشة وارطيتوها في نفس الوقت طريقة الاحتفاظ وضعوها في علبة محكمة الإغلاق باش تبقى لكم محافظة على الطروة وارطوبية ديالها المادا قبل ما نقول لكم كتجي بماداك جولدين من نسبة الحلوة اللي كتبع اسمها جولدين كيكون حتى هو بطعم البرتوقال كيجي واحد طعم اللي مميز ورائع تمنى تجربوها اذا جربتوها غادي نقول لكم بصحة ورحة ومتأكدة ان شاء الله غادي تحمقوا عليها وغادي تحمقوا عليها وليدتكم بقوة اللدة والبنة اللي كتجي فيها اذا جربتوها مفترش تخليوا لي رأيكم بتعاليق